طب انت انت الشر بعينه يعني انت الشر ما تعمليش طيب لانك انت جاي طيب مجدي بذري فنان الجميل الطيب الشر ده طلعته ازاي يعني خدت انت بقى الملاحظات محمد سامي وترجمتها الى شر تمام ازاي بقى طلع ازاي منك والله انا معرفش بأمانة يعني انا معرفش بيطلع ازاي بس اللي بيساعد نمرة واحد طبعا الحوار ميزانسان اللي بيعمله الاستاذ محمد سامي المخرج للممثل بيبقى فيه حركة رأكشنات الحاجات دي كلها بيساعدك فيها توظيفه للممثل في الاولا قبل ما تخش يتصوره هو بيحطك في حالة غير عادية بجد يعني انا ده قدام عيني حصل كتير يبقى فيه بعض الزملاجين يعملوا مثلا ايه ثلاث اربع مشاهد بيتعامل معهم لانهم ابطال وكل واحد بيخش يعمل المشهد بتاعه او الدور بتاعه وهو شربه وهو عايز اقول انه ايه متقمسه ده حقيقي طبعا دي من المشاهد العظيمة بيقى بينك وبين لبنى وانس حقيقة قولي مين اكتر انت تعاملت معهم متعاملت مع كل الكاست ولا كان عندك اسماء محددة في مشاهد محددة لا طبعا هو بلالش ما بقابلتش كل الكاست يعني انا الاسرة كلها ما بقابلهاش للأسف يعني بقابل طبعا لبنى وانس داش داش رمضان بقابله بعد كده في عماد صفوط اللي هو عامل اسماعيل في الاول دلال الدلال طبعا ظهرت اخيرا المقابلة لبنى وفي مثلا برضو صادق محمود غريب في بعض يعني لانها اساسا ما ليس يعود بالحارة ولا الاسرة يعني الناس شعورها غير كده كواليسك والتعامل مع محمد رمضان عامل ازاي خصوصا ان انت 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 الشخصية اللي هو بيدور عليها اللي هو عنده غل تجاهها تعاملوا مع وقت ازاي جوه الكواليس بصي وبصراحة يعني انا تعاملت قبل كده في يعني مع محمد رمضان في عبدو موتى من 11 سنة بس الشخصية هنا مختلفة جدا عن عبدو موتى عبدو موتى كنا صحاب وانا خنته في علاقتي باخته فالوضع مختلف عن هنا احنا هنا مش صحاب ولا انا خنته يعني انا ليه هدف في الحياة انا راجل عايز فلوس اه فالطلب مني انا اخطف ابنه ومقابل مادي فانا لا اعرفه لا اعرف جعفر العمدة ولا شفته ولا ليه احتكاب به فالظروف مختلفة فيه حاجة من الحاجات الغريبة جدا اللي كان بتحصل وانا اكتشفتها دي واحنا بنتفرج دلوقتي على المسلسل ان انا ما كانش ليه احتكاب بمحمد كتير اثناء المسلسل يعني حتى في ايام التصوير اللي منتقابل فيها مع بعض انا كنت بحاول اتحشاها ليه ما عرفش حاجة داخلية كده ما هي دي البقى اللي وصلني لها محمد سامي ان انت متشوفش محمد رمضان فيه الكواليس عشان يفضل المشاهد ساخنة اه وانا اكتشفتها ان هو حطيني فيها محمد سامي بطريقة غير مباشرة ان ده لو شافك هيقطعك وخلي بالك دايما من منطلق ان انت برضو عندك هدف الفلوس فحتى لما هتتقابله يعني هاهرب منه متحاولش تشوفه